تشخيص قبل الزرع يعني باش نقرب عموم المواطنين والمواطنات منها باش نبسطوها كيف شجات كصيغة شنو الجانب اللي يتم تشديد تشديد وهو عزل كيفاش نقولها كيفاش نقولها بالعرب لاسيليكسيون واشي واحد بطيع عينه خضار ولا عينه زوراق هذا المس بالجنس البشري الانتقاء بسلامة الجنس البشري بسلامة الجنس البشري هذا ما مسموحش هذا معمرو كان عندنا في المغربين مسألة مفروغ منها ولا جاد نصت القانونية وما باش يؤكدها لانك يتكلم هذا البونج هذا يتكلم على انه باستثناء الأمراض يعني انه ما يكونش عندنا الجانين غادي نزرعه في الرحيم وفيه شي مراد من الأمراض غير القابلة للعلاج وما دون ذلك فهو ممنوع هو الشخص هذا مهم جدا يمكن أن نقوله هذا الولد هذا عنده واحد المراض ما غير يمكن ولكن هذه مسألة نسبية يعني شنو الأمراض واشالإعاقات واشالأمراض وهو عدد الأمراض الإعاقات التي يمكنها تكون في واحد العائلات كانت تتورت في عائلات أمراض مثلا التالاسيمي مثلا ميكوفيسيدوز وأمراض كثيرة متعددة التي يمكننا نشخصها بهذا الشخص قبل الزرع ونحميه هذه العائلات لأنها تتعاني معاناة كبيرة وتتقام بتكاليف باهضة على وزارة الصحة مثلا التالاسيمي تكاليف باهضة تكاليف باهضة وزارة الصحة تقدم لها هذا الشخص نجتنبوه وعندنا الحمد لله اليوم التقنيات لكي نجتنبوه هذه الأمراض عند الأزواج الذين لديهم هذه المشاكلات وهذه المسألة الإعاقات المسألة اللي كانت فيها النقاش وتخوف الأول بالنسبة للناس اللي كانوا تخافوا من هذا الشيء يعني كانت تخوف الأول هو السكساج واش رايجوا عندنا الناس يطلبوا مننا ولا بغينا بنت هذه ممنوعه في القانون نحن عمرنا مدنة وهي ممنوعه ونحن ضدها من ناحية الفلسفية ومن ناحية الأخلاقية ومن ناحية كذلك اخلاقيات العلم نحن ضد هذه المسألة وهذه الاختيارات طبعا في ألوان العينين وفي الإعاقات الإعاقات هي كان بعض الإعاقات التي يمكنك تضطر إليها بالتشخيص قبل الزرع ليس كلها مع الأسف ولكن كان بعض الحالات